محاولة للظهور حكم الفيديو هل حكم الفيديو هيظهر بشكل فعلي ورسمي في الموسم الجديد ولا لا هل فيه ترتبات للجنة الحكام هل هنشوف وجوه جديدة شوفنا كابتن ساميرو عثمان بيعلن أتزاله ايه الجديد لدى لجنة الحكام لا يفتوى الكابتن المنديالي أصام عفتاح على التليفون كابتن أصام سيد الخير سيد إبراهيم عادل بيه مساء الدور وسيد الخير على كل مشاهديك وكل سنة وانتطايدين كل سنة وانتطايدين بالسحة سلامة كابتن والله احنا تصورنا ان عندك اجتماع انت الوحيد لرد كل سادة اعضاء المجلس عايزين يسألهم كل فيما يخصوا محدش بيرد علينا لا اكيد مشهولينه حاجة ما يعني يعني كاتر خيرك انك رديت اولا قبل ما دخلك في شؤون التحكيم لان السادة إبراهيم عنده مجموعة من رسائل الطمأنة لسادة المشاهدين هو عندك فكرة القرار بتاع اربعة جانب دول ضروري تبحث الموضوع ده على طاولة الاتحاد يعني الاربعة الاجانب دول هيتساجل منهم في الثمنتاشر اربعة ويلعب تلاتة في الملعب المفروض انه يلعب تلاتة فقط لكن في الثمنتاشر تقدر تحط الاربعة تلاتة يقع في الملعب ايوه واربعة في الثمنتاشر يعني انت تطلع واحد اجنابي وتنزل واحد اجنابي بالزبط كده بالزبط المهم في النهاية ان يكون ثلاثة فقط في الملعب في العيب اجانب اصلي كان كابتن سيد بيستفسر معانا من شوية بقول اما ان احنا اشترينا اللعيبة ليه ما هم اللي قالولنا اربعة قلتول استاني ما نسمعش الاحداث يمكن يقول لك انت الثلاثة في الملعب بس لو عاستو حط اربعة في الثمنتاشر بس ما تزودش عن ثلاثة اجانب في الملعب اه هو اللي موجود في الملعب هيكون ثلاثة لعبين فقط ممكن يشاركوا عايزين اه طيب يا فاند ماشي ابراهيم معاك بقى طيب خلينا في التحكيمة كابتن ايه الجديد بقى ان شاء الله في الموسم الجديد والله الحقيقة احنا هيكون الموسم الحقيقة موسم صعب هيكون اصعب من الموسم اللي فاتح الحقيقة فاحنا عندنا عدد كبير من الحكام القبار الحقيقة يعني اعتنى زي طبعا سامير حكم كبير سامير عثمان وانا كنا تمنى ان هو يكمل معنا هذا الموسم ان شاء الله وهنحاول نفس نوع يكمل يعني معه لان احنا عندنا عدد جديد من الحكام الشباب اللي هنبدأ بيه واممكن احنا الاسبوع الاول ان شاء الله صاد ابراهيم عدد بيه هيكون في حكمين بداية لأول مرة هيبدأوا في بداية الموسم في اكثر من حكم ان شاء الله يبدأوا السنادي معنا من حكام القبار من الوجوء الجديد اللي ممكن نشوفها لأول مرة كابتن؟ يعني انا هقول لك على اول حكم هلعب بقرة جديد محمود وفا ده حكم جديد ان شاء الله ربنا وفاهم له الحكام اللي هيحكمه بقرة عنده مجرى بقرة ان شاء الله الماول والرضاء فيه برضو محمد وليد قبيل ده هيلعب بترجيت محمد عباس قبيل بقرة بترجيت وليد عبد الرازق ان شاء الله محمد حكم برضو اللي معنا من قبل كده بما كانت معنا في الدارة الممتاز اه اصبوع الاولى يبقى محمود وفا من المحكم الجديد هيلعب المقابلين والرضاء ومحمد عباس قبيل ان شاء الله عنده مدرها هو كابتن سمير عثمان يا كابتن عثام اعتزاله لأسباب شخصية او مسائل لائحية لا كابتن سمير هو السن لكن يمكننا الحقيقة وده يمكن السيسنة فيه يعني اه الفيفا بتستثن الفيفا دلوقتي السن مفتوح كابتن عد على الفيفا في السيسنة حتى في القائمة الدولية المهم ان الحكم يكون لوقت بدنيا وتبديا يجب يكتاز اختبار اللاقة بدنيا واختبار السبي اه يحكم الى ملد هاي ده ده اخر حاج عند السيسنة اه ملوهاش دعب الصن بقى ليه دعو بالحالة البدنية والفنية بزبط بزبط جدا سيد عبدالي لازم يبتد البدني ده شيء أساسي واختبار السنة طبعا اه ويجب امام يا مفتا اه بحاول يا حكم بحنا أعدوه في خضرة في حد تاني من في حد تاني من الكبار بلاغك بال بالنواق توقف لغاية كده غير سمير ولا مين تاني بالله يلسه وفيه كابتن برضو يبقى برضو كابتن محمد صلوق ولكن احنا نحاول كمان نقعد مع سمير نقعد لأن احنا عاوزين الكبار دول يبقى الحكام السوائرين اللي قول مرة يلعبوا يعني يقدروا لقالهم خبراتهم الكبارين وخبراتهم الحكام السوائرين هذا شيء مهم ويساعدهم كلام الموسم وده شيء مهم بتواجدهم ونعمل توازن بين الخبرات وبين الشباب دولي بيحتاجوا التحقيق المصر في الموسم القادم شوف يا كابتن عصام رأيي رأيي عن الموسم الماضي في حكام ممكناتهم الشكلية حتى من ناحية القوام والشكل فيه حاجة محترمة جدا من ناحية البدنية فيه مناس كويسة او من ناحية حفظ القانون ما يظهر مش فيها مشكلة المشكلة الوحيدة فيه عدم توحيد المعايير حتى بالنسبة للحكم الواحد فيه المباراة الواحدة يعني انا معلش حكم زي محمود عشور مصنف انه حكم كويس وكبير ما ينفعش حاسب لي مدرب على البصة ويتحمل واحد وماش وراه يسخر منه وقل له برافو ويسقف له الازدواجية دي هي اللي بتخلي التحكيم يهتز اما الاخطاء بقى شاف اللعبة ما شافش اللعبة تقديره وكده محدش يقدر يلوم حكم عليه انما ازدواجية المعايير اذا كنت عايز تعمل لنفسك هيبة يبقى على طول مش الهبة تبقى في مواقف دون مواقف اذا كنت عايز تعمل لنفسك صفارتك او بتنزل على العام معينة يبقى على طول فساعات يعني اذا كنت لنا ان احنا ننصح ننصح بتوحيد المعايير النقطة التانية ياريت تتواصل مع السوديوات التحليل لان انا شايف ان في قصوة انه نقعد نشوف الضل والرجل والشراب ورباط الجزمة والكوع والكتف في القرارات الصعبة ايه مصر عدني انا اتفت معك ان المصر اللي فات كان صعب جدا وخاصة الدول الأول كان في صعوبة وكان في اخفاء نوعا ما بالمستوى التحكيم النتجة للسلوك لا جدا مش هستغل ان فيها سنبه تاكير لكن انا بقى ناجبين احنا رس نبدأ تفحق جدا مع التحكيم بشكل خاطئ يا صد عدني انا بقول لكل انك الفرق والمتدربين وكل انك نبدأ تفحق جدا ونبدأ نساعد الحكام بشكل جدا المصر مع ان يكون صعب ونازم يكون فيه كمان يعني لوائح منظمة للعلاقة ما بين كل عناصر المنظومة وبينا فيه بالتحكيم فيه عناصر محترمة وفيه لوائح محترمة تدير الامور يعني دي معنى انا كعصر التحكيم ما ينفعش اننا نخطأ في اي عصر من علاقة او اهيلة في نفس السفة احنا مش عاوزين ده تجاه التحكيم فلازم يكون فيه حاجات واضحة وحاجات صريحة وإلا هيبقى مصر طعب جدا عجمية فانا اطفت معاك في السفة الاولان الحقيقة ولكن احنا يعني الحمد لله بدأنا لتبارك اللي حصل في الكبدول الاولان الكبدول التاني كان احسن كتير وان شاء الله مع وجود جباق جديدة من الحكام مع ان احنا عملنا استعداد جيد جدا الحقيقة للنصب القادم ان شاء الله الامور تكونوا افضل حكم الفيديو بقى كابت حكم الفيديو احنا طبعا اتحاد الدولي كان ادانا اه 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 في ان احنا نتخدم حكم الفيديو في الاسماء الاخير من الدول وان احنا نتقيم التجربة وان قيمنا التجربة با ايجابياتنا وصرياتنا وبعدنا اه خطاب لانتحاد الدولي با ايجابيات الصريات وايضا بعضنا خطاب وان احنا عاوزين نستخدمه مع باسم اه اه اللي هو ايبنا ان شاء الله من الباكر وان قيمنا الان احنا جميع الباكر وان احنا نتخدم في حركاتنا نتخدمه فى ايجابياتنا با يقول وان يرى ايجابياتنا ايجابياتنا با ستشلة ايجابة نتخدم حكم الفيديو وان احنا نتخدم في موطنان واحد الفيفا انه يطبق من دلوقتي. انه يماهد المسابقات المحلية. ما انا يعني هو يمكن السبب الوحيد في التأخير انا شايف ان هناك شركات معينة اه اه الاتحاد الدولي بيعتمد عليها بتنسيز اه 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 حكم الفيديو. اه ده بيتكلف مبالغ طائلة. احنا شرحنا له اه في اخطابنا ان احنا مستحيل ان احنا نقدر نوصى لازيل مبالغ المالية. لان المسي الواحد نتكلف عشر ثلاث دولار. مستحيل ان احنا نعمل لها على المطلق. يعني اه صعب جدا. وهو متفاهم لهذه المعلومة. اه 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 قال ان انا ممكن اتعادكو كمان في التكنولوجيا وتمان في اللي اه احبالي. وضروري حيبا فيه دورات تدريبية بقى و مش وجهة نظر العملية في الاخر يعني. بالضبط فاحنا من الثانيين نردوا لنا اليوم الحد لو اه اه راضي مجاشا هنبعت استأجال الاخر للحد دول ان شاء الله. تسمح لي اقول نصيحة معلش يا ابراهيم. اه يعني وبعد كده نصيحة يا كابتن اه يعني ان اه الحكام تمتنع تماما عن اي مدخلات اعلامية. تماما. احنا اه اه واحدين كرار مع بيات الموسم. ممنوع حتى لو حد قال له يعني اه اه اقول بس خلا ما عليكم. لأيي قناة ممنوع. اللي هيعمل كده اه في عقوبة واي ويقاف تلات شهور. باي حاجة هيعمل اي مدخلة. بدون اي. بكاري بلاك. لان الناس حتى البديلان هجي بتحاسم عليها. والسوشيال ميديا للحكام باوك. وانبوز فوش فلان ويعني ما ما ملوش دعم الاعلام خالص. خالص. احنا حتى احنا حتى مانينش كمان اه اله الحكام يتناولوا اي شي على الفيسبوك. اه على الفيسبوك ايوه. بدأ وياخدوا حتى بيدي تصريح لحاجة معينا اللي حتى لو اعلماتش هو حاكمه. بالتأكيد. وعلى فكرة كتر الكلام بيقلل الهيبة يا كابتن. كتر الكلام بيقلل الهيبة. اصفت معاك بيقلل الهيبة وبيصير التحقيق. يعني التعامل مع الفيسبوك يعرض الحكام للاقاب. طبعا التعامل اللي هو يعني هو. يعني هو. يعلن وجهات ماذا. اه. يرتاق الزميل. لا. ده ما بدوه. حتى الفيس تتم مع ده مش احسنا به. اه. هتقول كونه سنوة طيب اقول يعني. طيب. حكم الفيديو بقى. لو وفقونا ان شاء الله هيتم بالقلية اللي احنا جربناها قبل كده ولا فيه تطوير للفكرة. لا لا فيه تطوير للفكرة. ازاي بقى ياريت نشرحها للناس. ان طبعا احنا سيبقى واحد من المخرج لحكم البيديو. لكن الحكم البيديو سيكون موجود في مكان من الصعب الذي يشوفه. اه يعني مش هيحط الترافيزة والمونتور زي مكان بيزهر. محدش هيشوفه خالص. لا لا محدش هيشوفه. محدش هيشوفه. طيب. الحكم لما يحب يروحه. لما يروح دوال الحكم. لما يكون فيه تدعاء. اه. بس في مكان قريب يعني يقدر الحكم يوصوله. مكان قريب صبعا. هيكون مكان قريب في المتناول اللي حكم يروح في وقت تريع ويرجع مرة تاني اللي مرة تاني اللي مرة تاني. ومرتبط بمخرج المباراة. بالضبط. هيبقى يكون الملوس المتصل بمخرج المباراة مباشرة وهيطبق فقط الحالات المهمة وليس كل الحالات. يعني مثلا. هدف تب إحرازه من التسلل واضح. يرجع يشوف الفيديو وليس كل حدث. هدف. اه. برقل الجزاء غير صحيحة. عند جول داخل جزاء واضح. والحكم ما شافهاش. الحالات اللي. تجاوز خط المرمى. هم. يعني هيبقى الحكم الخافي بقى. بزنقص. أه. بزنقص الحكم الخافي. بزنقص الحكم الخافي. بزنقص المهمة. تمام. وممنوع للعيبة وللأجهزة الفنية أنها تعرف مكانه ولا تروح تتعامل معاه. لا. طبعا ممنوع. ممنوع لأنه حكم الفيديو يشوف هذه الحالات. وهو القادر الوحيد على إن لو في حاجة من دول حطل يقدر يبلغ الحكم. لكن لو في حالة واضح 100% الحكم مفيش داعي أن هو يروح يشوف. ويقوله لدي واضح 100% لو في حالة فيها شك يروح الحكم يشوف إنها الكراسة كل حكم. هيبقى حكم الفيديو من الحكام الكبار ولا ممكن تدي فرصة للحكام السغيرين مؤكد يكون حد عنده خبرة طبعا. لا هنجي للحكام اللي هم عندهم خبرة واللي هم شاطرين في محاضراته في التحليل. بالزبط. لا إنه لازم يكون بالحالة للحالات بشكل كوي. كان هو يتفرج على حالك خلال المتقاعد. يقول الحكام عاملين هم اللي يقول العاملين. العاملين. نحن نتقاعدين من السفادي وفي اللي كان مرائب في المباراة. يقول محاضر بإلاء المسافات لهم طبعا. طبعا. أنت طبعا كعضو مجلس الدارة في الاتحاد. إحنا عانينا كتير قوي في المباراة اللي فيها مشاكل من فكرة المرائب. مش بس مرائب الحكام حتى مرائب لجنة المسابقات. أحداث كتيرة بتحصل ما بتتكتبشي. ودايمن وأبدا العقوبات مرتبطة بالتقارير. هل أنتوا كمجلس اهتمتوا بالجزئة دي في الدور الجديد؟ أكيد وفيه على فكرة يعني دوع من اللي إحنا بجنة. ما حدا قلت في بعض الكثور اللي حصلت في العام الماضي من المراقبين حتى كمان. بعض المراقبين الحكام خلينا نأتكلم بكل أمانة. في نقل حتى أداء الحكم بشكل صحيح. فإحنا فيه تبطيق كبير من المتحدة الكورنة الحقيقة. وفيه أكثر من جلس تحصل مع المراقبين. من أجل أنهم الحقيقة يكون في نقل حقيقة كل الأحلاف اللي حصل. ويتتنقل بكل موضوعية بكل إنصاف. يعني ما بقاش فيه. لأن فعلا زي ما حدث قلت إن أوقات. وفيه حاجات بتحصلوا وما تكتمش في التقارير. هذي الحاجات حاجات كهما جدا. وتفري في حاجات كتير يعني في إيقاف أو 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 أو. فإحنا فيه تبطيق على هذه الحياة اللي باشكل. نحن 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 حاجة إلى أن الحياة عبد مققود كبير في الموضوع ده. إن شاء الله مع المراقبين. إن شاء الله هيتحد كلنا فيه. ومشبيرة بإذن الله مع بعض المسابقات إن شاء الله. المنتخب قرب بإذن الله تعالى يروح كاس العالم. جهات جريشة قرب ألا لسه؟ إن شاء الله على مسؤولية الشخصية. جهات جريشة موجود بإذن الله في كاس العالم. ومشي بشكل جيد جدا وكلنا وقفين ولا. شكل جيد جدا بإذن الله وعلى مسؤولية الشخصية موجود في كاس العالم في روسيا. وإن شاء الله متاحب باته موجود في روسيا وإذن الله. بإذن الله. آخر موعد للحكام بيعلن اختيارهم إمتى يا كابتر؟ آخر موعد لاختيار الحكام في كاس العالم. أعتقد عباسها لـ 12 أول واحد. 12 أول واحد. 12 أول واحد. بإذن الله تعالى كل التوفية كابتر. أشكرك أشكرك. شكرين يا كابتر. كل السلام عليك طيب يا كابتر. شكرا جزيلا لكابتنا سامع الفتاح. عضو مجلس دارة اتحاد الكرة المشرف على لجنة الحكام. شكرا جزيلا لكم.